بخطة متسارعة يسير الوضع الامني في العراق نحو توتر شديد بعد سلسلة من القصف الامريكي على مواقع لميليشيات الحشد وقتل قياديين فيها كان اخرهم ابو باقر الساعد القيادي في ميليشيا حزب الله بعد استهداف سيارته في بغداد التصريحات الامريكية التي اعقبت الحدث تشير الى ان الساعد قيادي مؤثر على مستوى الحراك الميليشيوي العسكري وتؤكد ان قتله يأتي ضمن سلسلة ضربات عسكرية تأذيبية تهدف الى شل قدرة الميليشيات على استهداف القواعد الامريكية ويؤكد المسؤولون الامريكيون انهم ماضون بخطوات تصعيدية اكبر في حال لم تتوقف الميليشيات عن التحرش بالقوات الامريكية الامر الذي يشي بتوجه امريكي جديد في التعامل مع الوجود الميليشيوي في العراق التعامل الامريكي الجديد مع الميليشيات لن يرقى بحسب مراقبين الى عمليات عسكرية تنهي وجود الميليشيات في العراق او في اقل تقدير تنهي تفردها بحكم العراق على كافة الاصعدة ويرى المراقبون ان واشنطن لا تزال ترى في الميليشيات ورقة مهمة في تحقيق السياسة الامريكية العامة بنشر الفوضى في الشرق الاوسط وابقاء العراق بؤرة توتر مؤثر في المنطقة حكومة سوداني في ردها على القصف الامريكي لم تتجاوز ما كررته سابقا من الاكتفاء بالتنديد والحديث عن ضرورة انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق دون ان تقدم خطوات فعلية للتعامل مع القصف الامريكي من وراء حكومة السوداني ميليشيات الاطار التنسيقي التي تحاول في هذه المرحلة موازنة علاقاتها مع واشنطن وبنفس الوقت الحفاظ على تبعيتها لايران ولأجل ذلك لا تمانع من التضهية بأحد الاطراف الميليشيوية اشتركوا في القناة